دلوقتي تعالوا نروح سريعا نزملتنا دينا شرف علشان نتعرف ملحة لأيه آخر أخبار المرور صباح خير يا دينا صباح خير يا منصطفى صباح خير يا جومانا صباح خير يا دينا صباح السعادة وتفعل على كل مصيم في كل مكان جومانا يعني عندها سؤال معرفش بقى أنت عندك إجابة عليه ولا إيه؟ أكيد أكيد لو دخلت مدرسة بقى عندها إجابة دينا أنا بشترك بس مع جومانا في توقيت النوم يا أنا كان بالنسبة لي حديث الروح سعى تسعى بليل ماما لازم كلنا نكون نايمين ده كان آخر وقت آه ده آخر معادي يعني نسمعه نجري على السراير زي ما بيقولوا ده خلاص ده كان بيبقى نظام بالنسبة لنا يعني طيب كالتباء يعني قبل بقى دخول المدرسة في أسبوع كده بيكون في تجهيزات في أسبوع بالضبط بيكون في كل التجهيزات وده كان مستمر معي بقى مش بعد دراسة مع أولادي كمان ده فعلا بيبقى مهم جدا ترتيب الأمهات للدراسة قبلها بأسبوع ده بيفرق بشكل كبير جدا انت تشتري كل الأدوات المدرسية وانجهزها معاهم وهم كمان يكونوا بيشاركوا في ده علشان نعملهم زي تأهيل نفسي كده ان احنا خلاص الدراسة على الأبواب خاصة ان فترة فصل الصيف بيبقى فيها خمول شديد مفيش أي حاجة بيعملوها غير الخروج والنوم والسوشيال ميديا يمكن زي ممصطفى كان بيقول مع ابترادي شوية او اختلافي مع مصطفى ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت مهمة لهم معظم الهوموركس والحاجة بيعملوها اونلاين فهم مسكيني التليفون بقى بحاجة مش عارفينها بالزبط ايه هي لكن ما بتقدرش تمنعهم عنها بشكل كبير خاصة كمان في السن الكبير لكن في السن الصغير بتقدر يتتحكمي شوية ان انت يتأهلين نفسيا قبل تقول المدرسة في انه ينقي شنطته ينقي حاجته ينقي الأدوات المدرسية لان رهبة دخول المدرسة بالنسبة لهم بتبقى صعبة جدا التغذية السليمة دي بتكون مهمة قوي في الفترة دي وكمان ان احنا نتكلم معهم بقى عن الدراسة واهميتها ونشوف ميولهم ايه ولما يرجعوا من المدرسة لازم برضو اعرف يومهم كان معاشي معهم ازاي ومكمل ازاي واسحبهم اتكلموا معاهم في ايه ده بيبقى مهم جدا لأي ام علشان تستعد للدراسة دي من الحاجات المهمة